تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 سوق الانتقالات الصيفية المقبلة يقدر وهو سوق متوقع يكون فيه حراك كبير جدا لأنه بعض الفرق الكبيرة بدأت تجي طريقها للعودة وبالتالي رح تستثمر أكثر ولأنه الفرق الكبيرة الأخرى المسيطرة حتحاول تمنحهم يعودوا فحيستثمروا أكثر أيضا كثير فرق كبرى رح تشهد تغيير مدربين وهذا عادة بصاحبه صفقات كثيرة سوق منتظر في 24 في اليورو وفي الأولمبياد وهذا رح يدفع بعض الأنديل ادخل للصفقاتها قبل اليورو عشان اللاعب ما يغلى سعره والأنديل وسط تتمسك بنجومها لبعد اليورو لحل لو عسى يتقلق ويرتفع سعره في حلقة اليوم رح نتكلم عن 5 صفقات على الأغلب رح ترسم سوق الانتقالات الصيفية وصفقة الأولى كلكم بتعرفوها كاليان إنباد اللي أبلغ إدارة مريس سان جيرمان بوضوح أنا طالح خلص أنا ما بدأ أجدد رغم أنه أبلغهم أكثر من مرة هذا الكلام في الماضي أضل لكن هذه المرة تبدو الأمور حقية وهذه المرة تبدو الصفقة اللي انتظرها المدريديين 6 أو 7 سنين رح تتم اللاعب اللي ياما تكلم عن كريستيانو رونالدو كظاهرة بالنسبة له وعن حبه لزيدان وعن كل شيء يرمز إلى ريال مدريد دائما متعلق فيه يبدو أنه حيوقع مع ريال مدريد طبعا الصفقة مجانية بالاسم كتكلفة مالية ربما تكون أغلى صفقة بالصيف لأنه متوقع ياخد مقدم عقد رهيب ومكافآت عالية جدا في عقده وفي قناعة أنه وصول إمبابي إلى ريال مدريد رح يحرك سوق الانتقالات لأنه على الأغلب حيخرج رودريغو إلى ليفربول كما يتوقع البعض وكذلك بتوقع أنه باريس يضغط جدا من أجل راشفولد لعب مالشستر يونايتد يعني صفقة إمبابي حتفجر صفقتين معها ونروح على صفقة هجومية تانية فكتور أوسنين لاعب نابولي أصبح من شبه المؤكد رحيله بالصيف وشوية شوية عم بتأكد أنه رحيله لتشيلسي تشيلسي عنده مشكلة كبيرة أنه ما عنده لاعب هداف وما عنده لاعب قائد في خط الهجوم أوسنين أظهر شخصية قيادية مهمة في كأس أفريقيا مع نيجيريا صحيح خسر اللقب لكن أظهر هذه الشخصية أوسنين أيضا عنده حب واحترام كبير لديد رقبة واللي بيعتبره قدوته في الهجوم واللي ياما مدحه وهذا الشي بيخلي جماهير تشيلسي تربط أوسنين بيحب درقبة درقبة أسطورتنا تعال يلا أوسنين يبدو أنه حيكون مرتاح لو راح تشيلسي أكتر من فريق آخر لأنه بالنسبة له ما في منافس حقيقي في الملعب وما في لاعب عم بخرج كان هدافه وبيجي هو بدانه فما في ضوء إضافة أنه تشيلسي حيكون معتمد عليه تماما من دون خيارات واضحة كثير عندهم في خط الهجوم لاعب بسجل كثير أكتر من الأهداف المتوقعة منه وبيقدر يخلق فرص وبيقدر يسجل فرص من أنصاف الفرص هو لاعب بيحتاجه تشيلسي فليش ما نشوف أوسنين يستمر باللون الأزرق مع درجة غامقة شوي ونروح على لاعب ثالث محمد صلاح اللي من شبه المؤكد أنه غير لونه الأحمر لأنه محمد صلاح على الأغلب حتشوفه بالدور السعودي مع مين دائما فيه حيرة الناس بتقول لك الاتحاد أقرب الناس بتقول لك الهلال حنيعرف بالضبط القرار الحقيقي في الصيف الأكيد أنه فيه لصلاح عقد رهيب عم بيستنها في الدور السعودي والأكيد أنه إدارة ليفربول مع خروج يورجوني كلوب ممكن تشوف هذا أفضل توقيت لخروج صلاح جبل ما ينتهي عقده لأنه خلص خلينا نغير الدم مرة واحدة مدام صورنا مغيرين الفكر والجينات اللي طلع فيها المدرب يورجوني كلوب إذن بنتكلم عن صلاح في الدور السعودي وين ما بنعرف بس زي ما بيقولوا أقرب للاتحاد بس لازم نصبر دايما صلاح أكيد لعب تقدم بالعمر مقدرم خبير حيزين الدور السعودي إعلاميا لكن فيه صفقة رابعة حتزين سوق الانتقالات الصيفية صفقة شابة فيرتز لاعب ليفركوزك واللي بيقود الفريق وبساعده الآن على الاقتراب من التتويج بالدور الألماني بالنسبة للألمان أصبح عندهم قناعة أنه فيرتز ربما لا يغادر الدور الألماني بل يذهب مباشرة إلى بايرمينخ بطريقة بتشبه اللي صار في الماضي مع بلك وغيره لأنه بيشوفوا أنه ربما يكون يفضل يبقى بألمانيا مع فريق كبير مع فريق بيأمل له اللعب بدور الأبطال كل سنة والمنافسة كل سنة عكس لباركوزن اللي صحيح فاس بالدوري السنهاي بس طبيعي جدا لو طلعت شابة ألونسو السنة الجاية تلقوز السابع أو الثامن على الدوري يعني مش شيء مضمون الاستمرارية إلا بايرمينخ في ألمانيا بيرتز متوقع تكون قيمته أكثر من 100 مليون يورو وبايرم الموسم الماضي مع صفقة هاركين أثبت أنه رفع حاجز الدفع عنده صار مستعد يدفع أكثر ويكسر القواعد لو فيه لاعب مهم ولاعب موهوب وبالنسبة لبايرم بحتاجين لاعب وسط مبدع لاعب يصنع الفرصة لاعب يقدر ياخد الكرة لمنطقة الجزاء لاعب يكون مصدر خطر إضافي خلف المهاجم وهناك رغبة في كثير إعلام ألماني برؤية فردس وموسيالة مع بعض برؤية الثناء الألماني الموهوب مع بعضه ويعتقدوا لو أنهم لعبوا في بايرل مع بعض هذا الشيء هيخدم منتخب ألمانيا لقدام لأنهم رح يكونوا متفاهمين أكثر وأكثر وحيكونوا هم المواهب الأبرز وفاهمين بعض كويس شيء بيشبه نظرية تشابي وإميستا في إسبانيا اللي كانوا مع برشلونة روح الصفقة الخامسة ربما اسم أقل شهرة إعلاميا من اللي ذكرناهم لكن اسم بالنسبة لجمهير أرسينال اللي بيستنوء لهم فترة إيبان توني مهاجم برينتفورد اللاعب اللي سجل عشرين هدف الموسم الماضي في البرميرلين واللاعب الخطير واللي رغم إيقافه بسبب قضية المراهنات مازال مطلوب ومازالت الأنديت راقبه إدارة برينتفورد اعترفت أنه حيرحل بالصفة التالية وعقده رايل له سنة صفقة تبدو مثالية لأرسينال حتكون بتاكله في أقل من المتوقع وأرسينال مش محتاج لعب يصنع فرص ويقود الفريق لأنه بيقدر يعمل هذا يلعب جنب جابريل جيسوس ببعض المباريات يعني مش بس هيحط جيسوس دكي أو خليين تاع لا بيقدر يلعب مع بعض لأنه جيسوس عنده مرونة أكتر في المراكز حول الصندوق وهون بصير أرسينال مفكر بجيب لاعب بزيد عدد أهدافي ما بيعمل لي مشاكل في خط الهجوم ولاعب عنده خبرة في البرمير الليقة عشان لما أرجع أنافس الموسم الجاي يكون عندي شيء إضافي مقابل الخصوص أرسينال بي كثافته الهجومية بأهداف ساكا أوديغارد مارتينيلي تروسارد جيسوس مش محتاج لعب يجيب خمسين جون محتاج لعب يكمل النقص في عدد الأهداف عشان هيك التفكير كله ذاهب إلى إيفان توني هدول خمس صفقات منتوقعهم بالصيف المقبل صفقات ممكن تغير سوق الانتقالات ممكن كل صفقة فيها تفتح سلسلة صفقات وراها زي ما حكيت وصلنا هون لنهاية حلقة كبيرة ورنانة في الصيف المقبل كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وتيك توك وسناب شات والسلام عليكم ورحمة الله